فاز فيها النائب كريم درويش بالتسكية وفازت النائبة سحر بزار والنائب وسيم فخني تودرس بوكالة اللجنة وأمانة السر فازت بها النائبة أميرة صبر لجنة النقل والمواصلات فاز بها برئاستها النائب علاء عابد اللي هو نائب رئيس البرلمان العربي كما فاز بمنصب الوكيل النائب محمود عبدالعزيز الضبع والوكيل الثاني النائب وحيد قرقر كما فاز بمنصب أمين السر النائب محمد عوض السيد محمد لجنة الخطة والموازنة فاز برئاستها الدكتور فخر الفقي فاز الوكيلان مصطفى سالم وياسر عمر وأمانة السر عب منم علي عن حزب العدل لجنة اقتراحات والشكاوي فاز النائب عاطف ناصر برئاسة اللجنة بالتسكية وكذا النائبان إبراهيم بوشعيرة ومحمد حمد الدسوقي بمقعدة وكيلية اللجنة وفاز النائب هشام حسين بمنصب أمين سر اللجنة لجنة الإدارة المحلية فاز برئاسة اللجنة النائب أحمد السجيني والوكيلين محمد الحسيني ومحمد الحسيني القاسم ومحمد وفي وعمر أحمد إبراهيم أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي فاز بها برئاستها النائب دكتور عبدالهادي القصبي بينما فاز النائبان رضو اسماعيل وأحمد فتحي بمنصب الوكيلين وفازت النائبة هند حزم طهب بمنصب أمين السر لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلمات فاز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة والنائبين يوسف الصاوي وأحمد زيدان بمقعدة الوكالة ومحمد عبادة بأمانة السر لجنة الشؤون الدينية فاز برئاسة الدكتور علي جمعة والوكالة النائبان وسامة العبد وأيضا منصف نجيب وأيضا فاز بأمانة سر اللجنة السيد محمد هاشم لجنة الشؤون الدستورية والتشرية فاز بالرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وفاز النائبان إيهاب الطماوي وياسر مونير بمقعدة الوكالة وفاز النائب علي بدر بأمانة سر لجنة الشباب والرياضة فاز برئاسة اللجنة النائب محمود حسين وثروة سويلم وسامر التلاوي وكيلين للجنة وحسام غالي كابتن حسام غالي أمين سر لجنة القوى العاملة فاز برئاسة اللجنة النائب عادل عبد الفضيل عياد وفاز بالوكيلين سولاف درويش والسيد أحمد مهنة والسيد مهنة وأمين السر عرفتاح محمد لجنة حقوق الإنسان فاز برئاسة اللجنة النائب طارق رضوان وفاز النائبان أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز بمقعدة الوكالة وأمانة سر محمد تيسير مطر اللجنة الاقتصادية فاز برئاسة اللجنة النائب أحمد سمير الوكيلين أحمد فرغل محمد السيد سليمان أمين السر أحمد ديال لجنة السياحة الرئاسة نور علي بالتسكية طبعا فاز عمر هندي ومحمد عبد المقصود بوكالة اللجنة وأماني إيميل جرس بأمانة السر لجنة ثقافة العام دكتورة درية شرف الدين فازت برئاسة اللجنة وفاز أيضا يوسف الحسيني ونادر مصطفى بموقعي الوكيلين وتامر عبدالقادر أمينا للسر التعليم والبحث العلمي فاز دكتور سامي هاشم برئاسة اللجنة فازت كل من السيدة الدكتورة مجدى بكري والدكتورة مونة عبدالعاطي بمقعدة الوكالة وأمانة السر ياسمين أبو طالب لجنة الزراعة والري فاز النائب هشام الحصري برئاسة اللجنة والنائبان حسن عبدالوهاب وسقر عبدالفتاح بمقعدة الوكالة وعلي أحمد بأمانة السر لجنة الطاقة والبيئة فاز برئاسة اللجنة حسام الدين صالح بينما فاز النائبان رشا عبدالفتاح ومحمد أحمد مصطفى بمقعدة الوكالة وخالد مشهور بأمانة السر لجنة الإسكان فاز النائب عماد سعد حمودة برئاسة اللجنة وفاز كل من إيهاب منصور وطارق عثمان بمقعدة الوكالة والنائب أمين مسعود بأمانة السر لجنة المشروعات الصغيرة فاز برئاسة اللجنة النائب محمد كمال مرعي الوكيلان هما محمد الجرحي وهال أبو السعد أمين السر مرسيل صدقي لجنة الصناعة الرئيس معتز محمد محمود الوكيلان محمد سعد عوض محمد مصطفى السلاب وأيضا شحات أبو زيد أمانة السر لجنة الشؤون الإفريقية الرئاسة النائب شريف الجبلي الوكالة النائبان رزق جالي وسعداوي ضيف الله النائب رشا أبو شقر أمين سر لجنة الشؤون الصحية فاز فيها النائب دكتور أشرف حاتم برئاسة اللجنة الوكيلان هما محمد الوحش ومحمود أبو الخير وأمانة سر دكتور عبد منام شهاب لجنة الشؤون العربية الرئاسة يسري المغازي الوكيلان أحمد فؤاد أبازة وعباس السادات أمانة سر أحمد مخلات لجنة الدفاع والأمن القومي الرئاسة اللواء كمال عامر الوكيلان إبراهيم المصري وأحمد العوضي أمانة السر يحيى عيسى بذلك بذلك يعني أستطيع أن أقول إن حزب مستقبل وطن حصل على رئاسة حوالي 17 لجنة كما حصل المعينون على خمس رئاسة في اللجان وحصل حزب الحرية المصري على مقعد وحزب حماة وطن على مقعد والمستقلون على مقعد ويعني أيضا في الوكالة برضو يعني ما بين الأحزاب وبين المستقلين في كل الأحوال لن أعز أقول الحقيقة يعني احنا